كيفة وولستريت جورنال استعرضت الخيارات أمام إسرائيل بعد أن أعلنت قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وهي إما أن تعلن أنها انتصرت في غزة وتوقف الحرب وإما تواصلها مشيرة إلى أن نتنياهو يتعرض بالفعل لضغوط من الولايات المتحدة من أجل اعتبار قتل السنوار لحظة محورية وإحياء الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وهو ما تريده الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية بحسب الصحيفة وتضيف لكن التوصل إلى أي اتفاق مع حماس لن يحظى بموافقة الاتلاف اليمني الذي يتزعمه نتنياهو واعتبرت أن القرارات التي سيتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تحدد مصير الحرب الأوسع في الشرق الأوسط والمحتجزين في غزة والعلاقات المتوترة لإسرائيل مع الدول ومصير نتنياهو نفسه صحيفة واشنطن بوست تناولت تبعات إعلان إسرائيل قتل السنوار على مستقبل حركة حماس والحرب على غزة واعتبرت أن ما حصل يمثل ضربة لحماس لكن لا يعني بالضرورة نهاية الحركة أو وقفا فوريا للحرب وأضافت أن الحركة صمدت بعد اغتيال العديد من قادتها على مدى عقود من الزمن وأن استمرارها دليل على عمق غضب وإحباط الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي والفشل المتكرر لمحادثات السلام وبينما أشارت إلى أن الصور التي نشرت للسنوار مقتولا وهو مرتديا سترة عسكرية ستزيد الدعم لحماس وتدحض مزاعم إسرائيل التي حاولت تصوير السنوار كزعيم يختبئ تحت الأرض بينما كان الفلسطينيون يقتلون نقلت الصحيفة عن محللين أن الفلسطينيين كانوا ينظرون إلى السنوار باعتباره شخصية تجرأت على الوقوف في واجه إسرائيل وأضافوا أن هذه المعركة لا تدور حول شخص أو زعيم واحد وقتل السنوار لن يحل المأزق الاستراتيجية لإسرائيل صحيفة نيويوك تايمز نشرت مقالا لماثيو داس نائب المدير التنفيذي لمركز السياسة الدولية في واشنطن رأى فيه أن على الرغم من أن نتنياهو عمل مرارا وتكرارا وبشكل علني على تقويض جهود وقف إطلاق النار لعدة أشهر إلا أن قتل السنوار يجب أن يخلق زخما جديدا لإنهاء هذه الحرب الكارثية وأن على الولايات المتحدة انتهاز الفرصة للدفع بشكل هادف نحو وقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط مضيفا أن تحقيق ذلك سوف يتطلب ضغوطا دبلوماسية جديدة على الجانبين بما في ذلك استعداد إدارة بايدن لحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا لم تتعاون كما ينبغي على الولايات المتحدة أن تجدد في الوقت نفسه مساعيها لوقف إطلاق النار الفوري في لبنان وأن تحث إسرائيل على الامتناع عن شن ضربات تصعيدية محتملة على إيران لا يمكن أن تقف واشنطن مكتوفة الأيدي بينما تجوع إسرائيل شمال غزة وفي حين تواصل إسرائيل خطة التجويع تحديدا في شمال غزة رأى جوش روغين في صحيفة واشنطن بوست أيضا أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجوع إسرائيل شمال غزة مشيرا إلى أن منع دخول المساعدات إلى شمال غزة هي استراتيجية إسرائيلية محسوبة تعاقب المدنيين الفقراء والمحاصرين بالفعل وأضاف أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا لأوامر محكمة العدل الدولية وإلى جانب ذلك يحضر القانون الأمريكي نقل الأسلحة العسكرية إلى البلدان التي لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي لذا على إدارة بايدن الدفع إلى ما هو أكثر من مجرد تهديدات فارغة للضغط على حليفتها إسرائيل في صحيفة The Guardian البريطانية رأى جيسون بيرك أن قتل يحيى السنوار من شأنه أن يعزز الموقف السياسي لنتنياهو ويحشد قاعدته اليمينية المتطرفة وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين ينظرون إلى قتل السنوار باعتباره لحظة لإعلان النصر في غزة رغم أنه من غير الواضح إلى أي مدى قد يحدث قتله فارقا وأشار إلى أن إسرائيل ترى أن احتمالات استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار تبدو أكبر لكن موقف أي خليفة للسنوار من المحادثات قد لا يكون مختلفا كثيرا واعتبر أنه من غير المرجح أن يؤدي قتل السنوار إلى نهاية مفاجئة للصراعات في الشرق الأوسط صحيفة فاينانشل تايمز ناقشت من جهتها تبعات قتل السنوار على مسار الحرب على غزة ونقلت عن دبلوماسيين ومحللين أن قتل السنوار قد يكون بمنزلة ضربة موجعة لحركة حماس لكن ذلك لن يعني بالضرورة انهيارها أو انهاء الحرب على غزة وضفت أنه رغم أن نتنياهو تعهد بمواصلة القتال حتى بعد قتل السنوار إلا أن واشنطن ترى أن الوضع الراهن يمكن أن يسمح بإحياء المحادثات ونقلت عن دبلوماسي غربي أن إحدى المبادرات التي تجري مناقشتها تتضمن أن تعرض إسرائيل وقف هجومها مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة كما يشمل المقترح ضمان سلامة مقاتل حماس الذين سيطلقون المحتجزين الإسرائيليين واستئناف المحادثات لإنهاء الحرب ورأى محللون أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والسؤال المطروح هو إلى أي مدى تريد أن تذهب في هذه الحرب صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عن مرحلة جديدة في الحرب على غزة ورأت أن إعلان قتل السنوار لن يؤدي إلى وقف فوري للحرب على غزة لكنه يزيد الضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وأشارت إلى أنه بينما تأمل الدول الغربية بحصول انفراجة يعتبر محللون أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا أصبح من الممكن التوصل إلى تسوية لوقف الحرب وهذا الأمر مرتبط برد فعل حماس على قتل السنوار وكيف ستتصرف الحكومة الإسرائيلية وعن تدعيات قتل السنوار على لبنان تنقل الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن وقف الحرب على غزة في حال حدوثه لن يؤدي تلقائيا إلى نهاية الحرب على لبنان